استراتيجية مصر 20-30 من أول يوم اتكتبت فيه وهي ليست استراتيجية جامدة هي متطورة ومرنة والدليل على كده أن احنا عملنا لها ثلاث مراجعات لغاية دلوقتي فده معناه أن كل ما يطلع توصية قد ينتج عنها تغير في بعض الأفكار أو في بعض المستهدفات داخل الاستراتيجية هنعدل المستهدفات والاستراتيجية ونحط الحاجة الجديدة وده ميزة كبيرة ما كانتش موجودة قبل كده في السياسات الحكومية سعيد جداً بالجلسة الحوارية النهاردة وسعيد جداً أن أنا قدرت أشارك في جلسة زي دي فيها عدد كويس من شباب الجامعات اتناقشنا عن إزاي نقلل الفجوة بين الطالب الجامعي وسوق العمل ومخارج أصوار الجامعة تكلمنا عن كثير من القضايا العالمية والمحلية اللي لازم كشباب يكون عندنا وعي بيها الحوار النهاردة كان مسمر جداً جداً كان حوار مع شباب الجامعات اكترحوا أفكارهم وقرأهم وكان وكل شخص وكل شاب قدم الرأي اللي هو كان عايزه كان حوار مسمر جداً مع جميع الشباب اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة